تحت شعار اجري من أجل غزة قدم المراثن الخيري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بمحمية وادي دجلا في المعادي قدم هذا المراثن تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية من محمية وادي دجلا بالمعادي وتحت اسم Run for Gaza انطلق مراثن لدعم الأشقاء الفلسطينيين وذلك تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية الاحتفاليات تضمنت تكريم المشاركين في السباق على أن تذهب عائدات الماراثن إلى أهالي قطاع غزة مباشرة من أجل إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع ندعم أخواتنا الناس بقالها فوق الأربع الشهور بتتعذب دلوقتي فحاجة بسيطة جدا جدا يعني أنها ممكن تتعمل لأنه مجرد ما نجري وبالربح بتاع المسابقة إن شاء الله يعني ده يخف عنهم شوي مشاركة اليوم كثير مهمة لأنه خاصة أنه في كثير أجانب عم موجودين فنحن كفلسطينيين لازم نكون حاضرين وهيدا أقل شي ممكن نعمله لأن نظهر تضامننا مع غزة ومع أطفال غزة ومع أهل غزة مع كل شي عم بصير اليوم بغزة كل هاي الأحداث المؤلمة والصور والموت والدمار والقاتل هيدا أقل شي ممكن نعمله جئت للمشاركة بسباق الخمسة كيلومترات وأتمنى أن يساعد هذا المرسن الفلسطينيين عن طريق التبرعات التي قد تساعدهم فيما يواجههم من معاناة تمنى من ربنا أن ترجع فلسطين أحسن من الأول وربنا ربي يرحم كل اللي توفى ويصبر كل واحد عايش وربنا نرفع القرب إن شاء الله طبعا السبا ده ليه أهمية كبيرة لإخواتنا في الفلسطين ونحن نساهم في أي حاجة ندعمهم بها بأقل حاجة حتى لو كانت بسيطة هي بتفرق قوي معاهم بصوا أولا أنا فلسطيني من غزة فأنا سعيدة جدا بحادث رياضي كبير زي ده أنه يقام على الأراضي المصرية وأن الناس كلها جاية مبسوطة وفرحانة وجوات طاقة إيجابية وطاقة أمل إنها جاية تساعد إخواتنا في فلسطين فده شيء جدا يفرحني إذن هي فعالية تقام من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل أهمية الدور الكبير الذي تلعب المساعدات في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جرمين إبراهيم التلفزيون المصري